ازايكم يا حبايبي معاكم ميس السلوان خالد على قناة ساينس اس كي كانتنا شرح دروس ساينس وعلوم ودسكوفر بطريقة مبسطة جدا ما تنسوش هتلاقي في وصف الفيديو قناة التليجرام بينزل عليها الملخصات وشرح الدروس وكمان هتلاقي صفحة الفيس صفحة الفيس للاستفسار لأي سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه سنة ربعة الماء اللي فاتت تتكلمنا عن جهاز مهم جدا موجود في جسمنا اللي هو الجهاز الهضمي وعرفنا ايه فاكدة الجهاز الهضمي وعرفنا ان انا عندي كل عضو من الجهاز الهضمي بيبقى مسؤول عن موظيفة معينة صحة ولا اه تمام النهاردة باذن الله هنتكلم عن جهاز تاني بس سيبني اسألك سؤال الاول وفكر كده معي ايه هو الجهاز اللي بيكون مسؤول عن عملية التنفس طبعا هيكون ايه اللي هو الجهاز التنفسي معنى كده ان الجهاز التنفسي هو اللي مسؤول إنه هو يمدي جسمك بالأكسجين ويخرج سوريغاز تاني اسمه ثاني أكسيد الكربون إنت طبيعي إنت عملت تنفس فأنت بتدخل وبتخرج هواء فاللي إنت بتاخده من الهواء ده اسمه أكسجين واللي إنت بتخرج هواء أنت في نفس الوقت بتخرج هواء الهواء اللي بيخرج ده اسمه إيه؟ ثاني أكسيد الكربون حلو جدا يبقى ممكن نقول ان الجهاز التنفسي هو المسؤول عن تبادل الغازات نجم تعرف ان الهواء المحيط بنا بيكون مجموعة من الغازات الاكسوجين والنيتروجين وغاز ساني اكسيدي الكربون بس انا جسمي بيستفاد بايه بيستفاد بالاكسوجين في نفس الوقت انا بخرج غاز تاني اسمه ثاني اكسيدي الكربون ده يعتبر غاز انا مفهودا نجم اتخلص منه عن طريق عملية الايه عن طريق عملية الايه الزفير اوكي اوكي يبقى معنا كده الجهاز التنفسي هو الجهاز المسؤول عن ادخال الهواء الى الجسم وطرد ما لا يحتاجه الجسم اليه الجسم اللي هو الجهاز التنفسي قالك بقى ان انا عند الجهاز التنفسي ده بيكون مجموعة من اعضاء اوكي كل العدو بيبقى مسؤول عن حاجة معينة اوكي انا عند الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي ده المفروض أنه هو بيبتدي بالإيه؟ بيبتدي بالفم إنما لما خدنا الجهاز الهضمي إيه؟ أول عضو بيبتدي به بالجهاز الهضمي اللي هو الفم بس مش معنى كده إن أنا عندي إن الهوى بيدخل عن طريق الفم بس لا أنا ممكن الهوى أدخله عن طريق الفم وعن طريق كمان الأنف أوكي؟ أوكي يبقى أول عضو موجود فيه الجهاز التنفسي اللي هو الإيه؟ اللي هو الأنف ماشي؟ تعالا كده نشوف مع بعض تمام فبيقول لك هنا ايه اول حاجة اول حاجة عندما يتنفس عندما تتنفس بيدخل الهواء من الفم والانف ثم ينتقل الى البلعوم انا عندي الهواء بدأ يدخل في الفم اوكي اوكي بعد كده بدأ انه هو يوصل لعضو اسمه البلعوم خلي بالك البلعوم ده كان موجود برضو في الجهاز الهضمي تمام تمام بعد كده بعد الهواء من القصبة الهوائية الى الرئتين عن طريق الشعباتين الهوائيتين يعني ايه الكلام ده ادي الفم وادي البلعوم شايف اللي باللون الازرق دي دي بنسميها قصبة هوائية فطبيعي البلعوم بيسمح ان الهواء يبدأ ينتقل من الفم الى القصبة الهوائية القصبة الهوائية دي بتبقى عبارة عن انبوبة الانبوبة دي بتنقسم الى فرعين الفرعين دول بنسميهم ايه بنسميهم الشعباتين الهوائيتين اوكي اوكي كل ده بداخل ايه بداخل الرئة ماشي تمام تالت حاجة بيقولك هنا ايه تنقسم الشعباتين الهوائتين الى شعبات هوائية متفرعة بتشبه اخصان الاشجار اللي هي التفرعات اللي شبهه التفرعات للشجر ماشي دي بنسميها ايه بنسميها شعبات هوائية اوكي اوكي يبقى اول حاجة الفم بعد كده البلعوم بعد كده القصبة الهوائية عند القصبة الهوائية بتنقسم الى ايه بتنقسم الى فرعين ماشي اللي هي الشعباتين الهوائتين والفرع الواحد بنقول عليه شعبة هوائية ماشي؟ قال لك بقى أن أنا عند الشعبة الهوائية دي بتنقسم للتفرعات صغيرة خالص بنسميها إيه؟ الشعبيات الهوائيات قال لك بقى في النهاية كده بتنتهي بأكياس صغيرة خالص بنسميها إيه؟ بنسميها الحويصالة الهوائية ولو أنا عملت زوم هتكون شكلها بالشكل ده دي بنسميها إيه؟ الحويصالة الهوائية قال لك بقى أن دلوقتي هو اللي داخل الهواء أنا لسه دلوقتي بمدقتش أخذ الأكسوجين أوكي؟ فإلو عندي الحويصالة الهوائية دي بتبقى محاطة بأوعية دموية بتبدأ إن الأوعية الدموية تبدأ إنها تعمل إيه؟ تستخلص من الهواء الأكسوجين ويبدأ بعد كده الدم ماشي ياخد الأكسوجين ده ويوصلوا إلى كل خلية موجودة في جسمك يبقى أول حاجة أنا عندي الفم الهواء يطخل عن طريق الفم أو الأنف وبعد كده يوصل للبلعوم وبعد كده يوصل للقصبة الهوائية القصبة الهوائية دي منقسمة إلى فرعين الفرع الواحد أنا بسميه شعبة هوائية ماشي؟ عند الشعبة الهوائية دي تفرع تفرعات صغيرة خالص تشبه أخصان الأشجار أوكي؟ حلم بسميها إيه بقى التفرعات دي؟ بسميها بسميها إيه شعبات هوائية ماشي؟ الشعبات الهوائية دي أصلاً هي بتنتهي بحاجة اسمها إيه أكياس أو بنسميها حويصالة هوائية لو أنا عملت زوم هتبقى شكلها عاملة كده قالك الحويصالة الهوائية دي بتبقى محيطة محيطة بأوعية دموية تبدأ الأوعية الدموية دي تستخلص من الهواء اللي داخل جوة جسمنا الأكسوجين بس أوكي؟ أوكي ويبدأ بعد كده الأكسوجين ينتقل للدم ويوصل الأكسوجين ده لكل خالية من موجودة إيه؟ من خالية جسمك تمام؟ تمام بعد كده آخر حاجة بتبقى موجودة عندنا لو إحنا ختمناها بص اللي هو حاجة اسمها الإيه؟ الحجاب الحاجس ده آخر عضو معنا في الجهاز التنفسي دعانا نشوف مع بعض بقى الحجاب الحاجس ده فايدته إيه؟ قالك أنا أنا عندي حجاب الحاجس ده بيلعب دور مهم جدا في عملية الشهيك وعملية الزفير عملية الإيه؟ الشهيك الشهيك يعني إيه شهيك؟ اللي أنت بتاخد هوا ده اسمه شهيك أوكي؟ فأنت لما بتاخد هوا إيه الهوا اللي بيدخل؟ الأكسوجين صح؟ يبقى عملية الشهيك بتحتاج إلى غاز الأكسوجين اللي بيدخل للايه؟ الريأتيم ماشي؟ حلو جدا إنما عملية الزفير لأ عملية الزفير الزفير اللي هو الهواء اللي بيخرب مننا وانا عمال اتكلم كده فيه هو عمال يخرب ده اسمه زفير فالهواء اللي بيخرب ده اسمه ايه الغاز ده اسمه ايه ساني اكسيد الكربون فغاز سانيدي الكربون ده ده بيخرب من الرئة ده اثناء عملية الايه اثناء عملية الزفير اوكي لو انت حطيت ايدك على صدرك ماشي عشان احنا عايزين نعمل شهيك يعني ناخد اكسوجين هتلاحز ايه هتلاحز ان انا عندي الرئة بتاعتي بص ايه اهي الرئة بتاعتي او الصدر بتاعتي ما لها عمال حجمها يزيد صحة لا حجمها يزيد تمام حلو انما عملية الزفير لا هنلاحز ان انا عندي القفص الصدري انه حجمه عمال يقل تمام طب تعال نشوف عدرة الحجاب الحاجز اللي هي باللونها لون برسؤوني ده ماشي حلو تمام ايه اللي بيحصل اثناء عملية الشهيك بتبدأ ان هي اهي تنزل لتحت وبتبدأ ان هي تنقبض يعني ايه تنقبض يعني بتنكمش انما في اثناء عملية الزفير زفير يعني انا بخرك ثاني اكسيد الكربون اهو انا عمال اخرك اوكي فبلاقي عضلة الحجاب الحاجز بتطلع لفوق بتتحرك لاعلى وتنبسط عضلة الحجاب الحاجز اوكي يبقى احنا دلوقتي عرفنا الجهاز التنفسي فايدته ايه عرفنا كل عدو من الجهاز التنفسي اه ليه دور في ايه تمام وعرفنا بدأنا دلوقتي نفرق ما بين الجهاز التنفسي نفرق ما بين عمية الشهيق وعملية الزفير